Hola, hola, hola mis estudiantes, bienvenidos un día más al canal de aprender español في هذا الدرس سنتعلم أهم الكلمات الأساسية للتحدث عند الطبيب أول ما تصل إلى الطبيب ما الذي يقال لك وماذا ستجيب أنت إذن في هذه السلسلة سنرى مجموعة من الفيديوهات لأن الكثير منكم يطلبوا مني محادثات أو عبارات أو كلمات لها علاقة بالطبيب فعافنا الله وإياكم من أي مرض ومن أي بلاء فلنبدأ درسنا على بركة الأه إذن أول ما تصل عند الطبيب تسأل ويقال لك ما اسمك ما اسمك المتعرف عليه بالإسبانية هو كومو تياماس ولكن الطبيب أو الذي يقول في الأسيخ بلن يقول لك كومو تياماس كومو تياماس لا سيقول لك بصيغة الاحترام كومو سياما كومو سياما غالبا سنتخيل أنفسنا جالسين مع الطبيب إذن كومو سياما كومو سياما هو ما اسمك بصيغة الاحترام ثاني جملة سيسألك الطبيب سيقول لك سيسألك عن سنك عن عمرك كايدات في الكلام العادي نقول كايدات تياماس أو كايدات تياما كايدات تياما كايدات تياما والثالث سؤال سيسألك الطبيب تراوخا 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 معناها هل تعمل أو هل تعملين يسألك عن حالتك الاجتماعية تراوخا تراوخا أنت ستجيب بنعم أو لا رابع سؤال يسألك الطبيب يقول لك مثلا حين تجيبه عن تقول له نعم أنا أعمل سي تراوخا يقول لك أكسي ديديكا أكسي ديديكا أو كي اثي كي اثي إذا حين يسألك الطبيب كي اثي أو أكسي ديديكا معناه ما هو عملك في ماذا تعمل قلت له في البداية سي تراوخا سي تراوخا فيقول لك كي اثي كي اثي اللي هي في الأصل كي اثيس كي اثيس كي اثي هي صيغة الإحترام أو يقول لك أكسي ديديكا أكسي ديديكا في الصيغة العادية نقول أكسي ديديكا أكسي ديديكا أو في الصيغة الإحترام أكسي ديديكا أكسي ديديكا إذن رأينا كمو سي أما كيف تستطيع أن تجيبني فأجبني في التعليقات عن كل سؤال عن حيث وإن لم تكن تعرف كيف تجيب فاسألني كذلك في التعليقات وسأوليك كيف ستجيب إلا أنك حين تسأل وتلقى جوابا يكون دائما راسخا في ذهنك إذن أربع أسئلة حاول أن تجيب عنها في التعليقات أنتظر إجابتكم جميعا هنا هذه المرحلة الأولى يسألك الطبيب المعلومات الشخصية ثاني مرحلة سيسألك الطبيب مثلا سيقول لك ما الذي أتبك إلى هنا ما الذي جعلك تأتي إلى الطبيب فتيقول لك إذن نعدد لكم مجموعة من الأسئلة التي ممكن أن يسألها الطبيب فالطبيب ممكن أن يقول لك كيلو ترايه المدикو كيلو ترايه المدكو أو كيلو ترايه المدكو ما الذي أتبك أو ما الذي أتبك إلى الطبيب كيلو ترايه كيلو ترايه يعني ما الذي أتب شنو السبب اللي خلق جي لطباب إذن كالو تراي المدكو فسيغل عادية نقول كالو تراي المدكو كالو تراي المدكو شنو اللي خلق جي لطباب إذن كالو تراي المدكو إذن حين تسمع الطبيب يقول لك هذا فمعناها ما الذي أتبك إلى الطبيب كذلك ممكن طبيب يسألك ويقول قال 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 ما هو المشكل قال فعنما هو المشكل اللي لديك شنو المشكل شنو يقدر يكون عندك قال ينتظر بيك الطبيب أن تقول له عن ماذا يؤلمك ولماذا أتيت إليها إذن قلنا كالترى أو كالترى المدك كال parece ser البروبليما لكي تتذكر هذه العبارات المهمة جدا واجب أن تكتبها أينما شئ في التعليقات في الكتاب فورقة أينما كان نعجل الكتاب للتذكر إذن كذلك يستطيع أن يقول لك الطبيب ما الذي يزعجك يقول لك كلم لست كلم لست ما الذي يزعج كلم لست فالصغر العادية نقول كلم لست كلم لست أما بصغرات الاحترام كلم لست أشنو وقع لك أو لماذا واقع لك نقول كليشثار ك ليشثار باشطغال عادية نقول كتاسوثار اشنو وقع لك اشنو كيوقع لك كتاسوثار لأن الطبيب لن يتحدث معك بصيغة أنت سيتحدث معك بصيغة أستاذ كليشثار كليشثار أعيد معي بصوت مرتفع كيف يحدث يقول لك الطبيب شنه هي الحاجة اللي كتزعجك كثير أو كتحرقك كثير ما هو الشيء الذي يزعجك أكثر فيقول إيس لكي ماس لمولست كي إيس لكي ماس لمولست كي إيس لكي ماس لمولست كي إيس لكي ماس لمولست شنه اللي كثير اللي عندك فيه مشكل كي إيس لماس كي إيس لمولست كي إيس لماس كي إيس لمولست هنا الطبيب سيقول لك شنه هو السبب اللي خلق جيت شفني شنه هو السبب ما هو السبب الذي زعلك تأتي لزيارتي أو لرؤيتي فنقول بالإسبانيا كوالس البروblem كوالس البروblem por الك por الك كري 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 من أجله كنت إذا الطبيب يقول لك أعزائي المشاهدين نكتفي بهذا القدر لأنني سأقسم هذا الموضوع الحاص بالطبيب لدروس متعددة لأنه يوجد الكثير لأنه يوجد الكثير من تعلمه حول الطبيب وكل شيء عن الطبيب لذا نكتفي بهذا القدر إلى الدرس المقبل إن شاء الله إن أعجبكم هذا الدرس فلا تنشو مشاركته مع أصدقائكم وكذلك الضغط على زر الإعجاب لينتشر هذا الفيديو ويتعلم الكل إذن السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر